موسيقى أعتقد أنه خلال أوقات الحرب في أوروبا كما هو حاصل الآن فهناك ضرورة لضمان الاستمرارية في أهم وظيفة في الحلف كما أن تمديد ولاية ستوتلمبرغ سيمنحه بعض الوقت لإنهاء بعض المبادرات التي أطلقها وتحدث عنها مثل ضم السويد للناتو الذي لم يحدث بعد وكذلك لتأمين دعم كل الدول الأعضاء في الحلف لأوكرانيا موسيقى أعتقد أن أغلب دول الناتو وكذلك السويد والأمين العام للناتو يأملون في التوصل لحل حول مسألة عضوية السويد قبل انعقاد القمة في فيلينيوس كنا ننتظر نتائج الانتخابات في تركيا والآن فقد فاز رئيس أردوغان بالانتخابات وعندما نتحدث عن انضمام أعضاء آخرين كما ذكرت مولدوفا أو أوكرانيا وجورجيا التي عبرتا عن رغبتهما في الانضمام إلى الناتو الذي يجمع حاليا 31 عضوان موسيقى بصراحة لأرسي وانضمام سويد للحلف في المستقبل القريب لأن عملية الانضمام طويلة وتتطلب الإرادة السياسية والاستقرار في الدولة التي ترغب في الانضمام وكذلك قدرة عالية على التوافق العسكري على سعي ضيء التكنولوجيا والتدريب مع قوات الناتو موسيقى عندما نتحدث عن أوكرانيا وهو موضوع مهم وسيطرح فليتوانيا حيث سيكون هناك نقاش حول إذا ما كانت الناتو كمنظمة أو الدول الحليفة بشكل منفرد بإمكانها تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا إذا ما تحقق سلام عادل في الحرب الحالية هناك ومع ذلك عندما نتحدث عن أوكرانيا فلا أعتقد أن منحها عضوية كاملة سيكون أمرا واقعيا في المدى المنظور موسيقى اشتركوا في القناة